تعالوا يلا نشوف مع بعض نمبر فور ها انا اصل انتم مش شايف تركيز ولا اهتمام الناس بتهدر حصة وناس تغيب حصة مش عارف ايه وانتم فكرين ان الدنيا سهلة وبسيطة والوزير يعني ربنا خليهن يلا نمبر فور بقول بليز ميك شور هكمل بيه هنا ادهم نمبر فايف يلا يا ملك this is a photo of my parents they are very happy waiting number six يلا يا شيما i am waiting to get on a plane for the first time excitedly excitedly i am waiting excitedly يلا يا سالما i am sitting under a tree and eating my lunch hungrily hungrily قلنا مجموعة ظروف اللي هي بتنتيب ال-ly هم دولة اللي هركز عليهم الامثلة اللي مكتوبة قدامي بيجيلي منها جملة بنفس الطريقة number eight عمر the skin of a zebra the skin of a zebra is striped striped اللي هي striped striped اللي هي مخطط او مقلم number nine يلا يا مين ما جاوبش حور يلا يا حور number nine the teacher all the children kindly اللي هي treats بمعنى يعامل the teacher treats بيعامل او بيعالج ولكن هنا طبعا مع المدرس بيعامل الولاد كلهم بطيبة number ten هنا it's to feel scared if you see a snake it's normal it's normal من الطبيعي طبعا انك تخاف لما تشوف تابعا it's normal number eleven شايمة i'd like to a selfie مع selfie بستخدم take take لسه بتقولي normal يا هنا وان انت عندك سريع للدرجة دي it's normal number eleven انا i'd like to take number twelve ادهم can you the meaning of the word desert guess can you guess خمين عمر you can put your a on the plane when you travel suitcase suitcases اللي هي حقائب الصفر او شونت الصفر number fourteen يلا يا ملك you have to book a ticket before on the plane getting getting on قبل ركوب الطيارة يلا يا سلمة after his parents this علي lived alone 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 عاش بمفرده number 16 لينة موجودة ها ما فيش لينا طيب يوسف ابو قبل you you shouldn't love people يوسف يوسف تمام ماشي اللي مالك لفقات لفقات يعني يصخر من كان عندي بعد كده جزئية قلنا الظروف اللي هي ال ال Y وقلنا نخلي بالنا من الجزء ده اللي هو مجموعة الصفات والظروف اللي هي الشواز اللي عندي بعد كده تعالوا نشوف الجملة الاولى وديها من ستينت بوك سير احنا حلين اول اتنين كلام جميل بنقولهم تاني وبنأكد عليهم بتاني اشي ما لما اقول I'm waiting قلنا excitedly number two بقول مستر رحمز fix english هقول ايه هنا يا ادهم well نروح لنمبر ثري يلا يا مالك زكاة is sitting in the sun لزلي لزلي يلا يا هنه the children are are singing in the playground هنه loudly 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 number five it's important to drive when it's raining ودني بتشتي من المهم انك تسوء ازاي يا ادهم carefully بقول سما ووكس سما ووكس يا حور quickly number seven number seven يلا يا مالك عايز اوقعك my cousin is very at playing tennis وويل غلط تبقى good 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 ian وانا وكامش دايب ماشي يا مالك بتجي مع ian good ian دقيقة واحدة يا امر ماشي يا شباب كلنا جملة زي ده هي الناس تركز فيها شوية طبعا احنا متعودين ان كله عندي ال y l y l y l y ف باجي عندي جزئية good will وقول لا ده will لا نركز بقى وانا عاوز good اساسا وانا عاوز will انا عايز من بالزبط انا عايز صفة ولا عايز ظرف الجملة اللي قدامي لما اقول my cousin is يا ادهم يبقى انا عندي دلوقتي جزء من verb to be يبقى لو مديني كلمة be نفسها اللي هي هيكون يا شباب او اي تصريف لها زي am is are او was where بستخدم معدها صفة اقول تاني ازا كان مديني في الجملة كلمة verb to be اللي هو verb to be نفسه يكون يعني لما اقولك you should be او you have to be طالما عندي be يبقى عايز بعدها صفة مديني am is are was where يبقى عايز صفة طب انا بقولها هو my cousin is يبقى اسمها is very good is good مش is will مش is will is good at playing tennis انما يبقى هنا انا محتاج الصفة وليس الظرف الجملة اللي بعدها وليد did very عمر وليد did very in the exam very well very well تمام لان انا عندي did فعل يجي لبعض المقف عضو هنا الظرف اللي هي will وعكسها badly طبعا بمعنى يؤدي اداءا حسنا في الامتحان النقطة number nine it was raining yesterday heavily heavily number ten يا سلما my brother speaks very quietly very quietly speaks quietly speaks quietly بارو بارو بعد كده للتصحيح يا ادهم my friend is you badly badly الواي الواي اخر جملة هتقولها لي سلما the bird is flying very fast fast زي ما هي fast 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 وانا fast ما فيش منها تصريفات هي fast تعالولي للنقطة ده هيت نحلها مع بعض يعني ببقى فاقى جملة حلوة كده عايزة ناس مذاكرة الكلمات كويس وشغالها نعم لسه لها تكملة في صفحة مية وخمسة اللي هي اللي احنا incorrect آه حاضر يا عمر دولت حاضر يلا يا عمر at the end of the party the guest is leave slowly slowly علي speak very quickly نادر play basketball will he answers the questions اه ادهم ازلي ازلي بقلب الواي عمر الى الواي ازلي تمام ازلي always speak quietly quietly نشوف الالكسرسيز بداي الكلمات ده مديني هنا taking happily foreground behind photo family بيعتمد على جزئية الكلمات اللي احنا بنحفاظها بقول this is of my family in lazar park this is a photo photo this is a photo of number two in the a we can see my father and the mother in the in the foreground in the foreground my father and the mother are sitting under the tree happily in the background you can see my brother is a selfie taking a selfie my sister is him down the tree and on the right behind him behind him تعالوا نشوف جزئية الليسنين نعم 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 يا ملك يا سلمة مفيش يصير كتبات حومايك بالغلط تمام جزئية الليسنينج جزئية الليسنينج حد حللها ايو 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 اقول يا شماع عدل ازانو التناجة normal normal تناجر يعني مراهق عادي عدل gets from his friends بيحصل علي ايه من اصدقاؤه اول واحد اللي هي رسائل نصية عدل friends say that they all do things كلهم do ايه things exciting things عدل often feels about things feels worried ده بالنسبة لجزئية الليسنينج زي مه موجودة في الكتاب بس كده يبقى مش هادر اقول له الازهر بارك لما كمل بقية المحادسة يبقى i went to الازهر بارك number two يا ملك بس السؤال قال لي to enjoy my weekend to enjoy so why why you go there why did you go there why did you go to alazhar park يبقى why did you go there to enjoy هنا تقول أولا فيتبوتات هنا لديك أبوتات هنا تقول لي كيف تذهب ستشعري في هناك؟ كيف تذهب هناك؟ كيف تذهب ستشعري في هناك؟ ما ستشعري فيه؟ فعلته هناك؟ أدرى أني عمري؟ تشعري في منطقة I was riding a bike يبقى هتقول I rode my bike ماشي هتقول I played with my brother ماشي هتقول I had lunch there ما فيش مشكلة هتقول I enjoyed watching مثلا flowers and trees أي حاجة ممكن تعملها في البارك أي حاجة ممكن تعملها في البارك يبقى what did you do there هتقول I وفعلي في الماضي إبقى I played with my brother أو I rode my bike there أو I took a selfie هروح بعد كده لجزئية الاختياري نمبر ون يا سلما مست students play happily in the school play ground نمبر تو يلا يا ملك إن زأي of the photo we can see a man sitting under a tree in the middle in the middle in the middle in the middle is the ground ملك ملك اسمع يا ملك in the ground حمارة ركزي معايا ركزي معايا ركزي معايا احنا اخدنا تلاتة إن الحصة اللي فاتت اخدنا تلاتة إن الحصة اللي فاتت in the four ground ومش موجودة in the back ground مش موجودة in the middle انت كنت عايزة تقولي middle في الاول ورجعت في كلامك ما انا بقولك اهو ما انا بقولك اهو كنت عايزة تقولي middle في الاول ورجعت في كلامك لما تبقي واسخة من ايجابتك ما تغيرهاش يبقى اسمها in the middle of the photo ما فيش حاجة اسمها in the top ولا in the underground ولا in the ground ما فيش الكلام ده يبقى اسمها in the middle of the photo number three هانا i'd like to you to my wedding party invite invite طبعا to invite وانا بيجي لبعدها حرف جارة to يدعو او يعزم number four يلا يا حور امن دولات اذا بوي or girl اج سبتين وانا دي جوملة امتحان بالنسبالكم تنج a teenager teen a teenager teen a teenager اللي هو المراهق a teenager number five عمر be careful the knife is very sharp number six i like to stay at home on holidays alone number seven you can a plane from an airport catch a plane number eight يوسف سلمة is an odd cook يوسف يا يوسف ماشي يا عام طيب سلمة هتكون good طبعا هنا بقول سلمة is a good cook a good cook يا جناعة ده انا عايز اقول ويل ما ينفعش هنا لا ويل ولا بدل والكلام ده انا عايز صفة عايز بعد اقام ويز وقار صفة يبقى سلمة is a good cook طبخة جيدة number nine زرار sharp rocks here so you have to be جميلة الجملة دي جدا 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 جميلة الجملة دي جدا جدا وانا شرحت الحتة اللي فيها النقطة الفنية او الحتة اللي فيها شرحتها ادهم من شوية بيقول لي زرار sharp rocks so you have to be you have to be لو انا قلتلك you have to sit لها اجابة وهافتو بي لها اجابة تانية ها sit هتبقى carefully لو sit يبقى carefully انما be careful careful لازم تكون حذر صفة لانه عندي بي عندي عندي وزوار يبقى انا اعاوز صفة يبقى you have to be careful انما you have to sit لو هي sit اقوله carefully number ten علي did his homework علي عمل ازاي teacher punished him المدرس عاقبه ضربه يبه هو عمل وجبه ازاي يا هانا يا هانا carelessly carelessly عمل وجبه باهمال carelessly يبقى علي did his homework carelessly تصحيح يلا يا سلمة my sister speaks very quietly quietly number two يا ملك the friends are smiling happily happily never ily never speak يا شيما loudly loudly يا عمر the train the train goes fast fast بس fast بس طبعا بيتكلم عن making new friends اللي هي كانت حل بالنسبة لنا في مشاكلنا او to be happy كteen اجر ودي جزئية برضو مهمة اللي هي ممكن تجيلي كبارا جراف فيلي ال new hello او في team up هاجي هنا اوت لاخر درس عندي في اليونت ده نركز فيه بقى مديني مجموعة كلمات حت تجرامر خفيفة كده هتساعدني في المحادسات حت تجرامر خفيفة بتساعدني في المحادسات نشوف مع بعض الجزء الاخير مديني congratulations congratulations اللي هي تهانية او الف مبروك بنعرف من اول كلمة ان congratulations بيجي لي بعدها حرف جر هنفتكرها دايما يا حور بان هي كون اون كون اون كون اون يبقى وان برضو بعدها كحرف جر يبقى congratulations تهانية على اولي ويجي لي بعدها يا اسمي اين جي conversation بمعنى حوار او محادسة respond وبيجي لي بعدها حرف جر تو بمعنى يجيب او رد news خبر او اخبار ودايما بتعامل معاملة المفرد يعني اكتب لي وبعدها is او واز يبقى news is او واز لانها مفرد كلمة بيتي مهمة جدا في الدرس ده بمعنى شيء مؤسف او محزن او من باب الشفقة بيتي فلو قلت وط بيتي يا له من شيء طبعا مؤسف ومحزن ومخجل وكل حاجة يعني تصير الشفقة empathy بمعنى تعاطف او موسى تعاطف او موسى مديني interview اللي هو حوار او مقابلة شخصية check وchecked past وpast sorry bank coach worry soon hoop miss باكتر من معنى لها introduce system recently recently suitable dear prepare share ونشر طبعا with here we heard come came come leave lift sell sold دي مجموعة الكلمات الجديدة عند النهاردة وهنشوف اهميتها دلوقتي بديني بعد كده كلاودي وكلير كاوفزت funny وسيريوس online وافلاين online وافلاين suitable وان suitable useful ويوزليس married وسنجل او unmarried married وعكسها single او unmarried جزئة الديفينيشنز اللي عندي تلات كلمتين بس همت كلمة embassy بمعنى تعاطف او موساة معناها ايه او يهالي في الجملة بيجيبها لازاي يقول the ability to understand how someone feels كون لديك القدرة انك تفهم الشخص اللي قدامك ده بيفكر ازاي او بيشعر ازاي مشاعره عاملة ازاي يبقى انت شخص كده عندك embassy بالنسباله يعني عندك تعاطف او مواساة بالنسبة للشخص ده تحاسس بي that's a pity او it's a pity that's a pity او it's a pity معناها هذا مؤسف او مغل او محزن وده بقولها لما بسمح خبر مش حلو خبر حزين او سيء يبقى that's a pity something you say to show you feel sad حاجة انت بتقولها عشان تبين الحزن اللي عندك about something الخاص بشيء ما تعالوا نشوف مش هنعرف معاني الكلمات دي كويس اللي ما نقرأ الموقف اللي عند الموقف الاول هنا علي مع ياسر بقوله hi ياسر are you coming to football practice on therese day هو انت جاي التدريب ان شاء الله يوم الخميس فقال لي oh hello علي no i can't come لا مش هاجي قال لا ليه يا ابني my granddad is in hospital is in hospital again جده دخل رضي بقى i am sorry to hear that يبا لما حد بيقول لي خبر سيء محزن مغجل صاعت في حادثة حد في مستشفى حد مات فبقول i am sorry to hear that i am sorry to hear that حزين اني بسمع الخبر ده i hope he gets bitter اتمنى له الشفاء او اتمنى انه يتحسن soon قريبا it's a pity يا له من شيء محزن طبعا that you can't come انك مش هتيجي maybe see you next to saracdee ان شاء الله احتمال اتشوفك الخميس اللي بعده thank you علي شكرا يا علي على ان الحلوين بتوعك دول الجزئية التانية او الموقف التاني هي علي جسوات ايامين ذا فوتبول تيم خمني يا علي انا عندي خبر حلو ايامين ذا فوتبول تيم معناها انا هلعب في فريق كورت القدم مش هقعد على الدكة ليه ذا كوتش طول نمي افتر فوتبول براكتس الكوتش اللي هو المدرب قال لي انك هتكون في الفوتبول تيم بعد التدريب الليلة الماضية well done well done زي برافو زي congratulations زي great news زي good news احسنت برافو يا ياسر that's great news او that's a good news يعني خبر صار او خبر جيد النقطة التالتة هلو سلم how are you great to see you how is it going at your new school قول لي اللي عامل اي في مدرستك الجديدة are you enjoying it ها مبسوطة في المدرسة الجديدة ردت سلم وقالت hello هنا great to see you انا كمان مبسوطة ان انا شفتك the new school is really hard مدرسة الجديدة hard شقة صعبة i don't know anyone مش بعرف فيها حد and i feel everyone is much cleverer than me وحس ان كل البنات اللي فيها اشتر مني i have to do hours of homework ولازم اعمل واجبات لساعات طويلة every night كل ليلة فهنا بتقول لها that must be difficult لابد وانها صعبة but don't worry بتلاقي i am sure things will get better i am sure things will get better انا عارفة ان الدنيا هتتزبط معك وتبقى تمام تمام you were always the best student in our class انت دايما كنت افضل تلميزة عندنا في الفصل موقف الرابع hi how are things لما قول how are things معناها how are you how are things equals how are you how are things الدنيا عاملة معك ايه لا هلو هنا fine thanks i passed my english exam معناها i succeeded in passed معناها succeeded in نجحت اكتست i passed my english exam انا نجحت انتحان الانجليز congratulations حد بيقول نجحت هقول لكم congratulations هقول له well done هقول له great news good news i'm so happy for you انا سعيدة جدا عشانك everyone knows that that is a really difficult exam الكل كان عارف ان الانتحان ده كان difficult صعب ده بالنسبة لجزئية situations اللي موجودة عندي او المواقف وده طبعا هيفيدني في حلول المحادثات هروح بعد كده لجزئية تانية علولي لجزئية مش مش تعالولي لجزئية listening دي جزئية listening دي ها بديني email hi طارق how is it going معناها how are you how are singers اخبارك ايه ديني عاملة معك ايه how is it going how is it going congratulations on congratulations عنا on passing your math test بهنيك طبعا او مبروك على نجاحك في اختبار الماس do you have more exam the next term عندك احنا التانية في term او الفصل الدراس اللي جاي the news from me is that the news from me is that the news is the news is that we are moving to a new house ان احنا ان شاء الله بنين البيت جديد i am so excited انا فرحان جدا because my bedroom in the new house is very big الاوضة بتاعت في البيت الجديد هيتبقى كبيرة some bad news عندي خبر برضو مش حلو ايضا i am sharing the room with my brother i am sharing with انا بشارك الاوضة ديت مع اخويا اي نعم هي اوضة كبيرة بس انا فيها شركة انا واخويا بنتقصمها احنا الاتنين but this is only for a week لمدة اسبوع بس كده until his room is ready لحد قطه ما تجهز i am looking forward to when i look forward to ing اسم look forward to ing اسم i am looking forward to meeting you in the summer انا مش تاين اشوفك في الصيف do you want to go swimming or sailing تحب تيجي سباحة او بحارة at the beach this year i can't wait to see you انا مش قادر استنى لحد ما اشوفك right soon اكتب لي على طول تامر او يورز تامر صديقك تامر يبقى خلي بالي من الكلمات اللي عندي ان blue ده هيت الكلمات اللي عندي اللي بالازرق نخلنا نخلنا بالنا منها علشان جزئيات الاغتياري بعد كده الدنيا بسيطة ما فيهاش اي مشاكل هروح لجزئية النوتس هروح لجزئية النوتس اللي هي وان هندرد فورتين مديني ميس وميس ميس اللي هي اما اي اس اس قلنا بمعنى استاذة او انسة وايضا اما اي اس اس بمعنى يفقد او يوحش تمام يبقى اقدر اقول هنا يعني عمي ده وحشني تمام وميس ايضا بمعنى يخطئ او يفشل فقدر اقول ميزة بول معنى ضيع الكورة تمام ولما اقول ميزة باس او ميزة ترين معنى ما لحقش للباس ولا ترين وي مس اللي هي امي اي اس اس بمعنى فوضى سو وستش سو باستخدم بعدها صفة بمعنى جدا زي كده فلقولت زبرتي معنى اما باستخدم بعدها اسم موصوف فاقول اتوصتش ان اكسايتين بارتي اتوصتش ان اكسايتين بارتي بعد اسم وصوف انما بعد صفة بس موف تو وانا بمعنى يعزل او ينتقل الى نيوز اتفانا طبعا ان هي خبر او اخبار وتعامل دائما معاملة المفرد فاقول لك what is your news what is your news بعد كده اقدر استخدم طبعا the good piece of news يعني خبر كويس pass و succeed pass و succeed قلنا pass بمعنى اكتاز او ينجح بتساو succeed in بتساو succeed in فلقول طيب pass my mass exam معناها i've succeeded in my mass exam وفي الحالتين بقول لك congratulations i will done بالنسبة لجزئية زي دية لما كنا بنقول i hope he gets better اتمنى له الشفاء اتمنى انه يتحسن صحيا بيعني get better بمعنى يتحسن happy for معناها سعيد من اجل لما اقول i am happy for you انا مبسوط عشانك show empathy show empathy معناها بيوضح او بيبين وبيورينا تعاطفه او مواساته تجاه الاخرين prepare for بمعنى يجاهز لي او يعد لي have an interview بمعنى لديه مقابلة لو قلت i have an interview انا عندي مقابلة حد عايز يعمل معي مقابلة انما do an interview يقوم بعمل مقابلة شخصية مع اشخاص او مع اخرين congratulations قلنا طبعا on وبعدها يا اسم يا اي ان جي يا اسم يا اي ان جي تعالوا نشوف كده مع بعض الجزئية الاولى بيقول when you have you can imagine how other people feel لما يبقى عندك ايه بتتخيل الناس بتشعر ازاي بتحس ازاي لما يبقى عندي ايه امباسي امباسي when you have امباسي لما يبقى عندك دم يعني لما يبقى عندك شعور لما تحس بالاخرين when you have امباسي number two نقط you have passed a really difficult exam congratulations i have for a new job in cairo interview it's that she didn't come it was a fantastic party it's a pity or that's a pity يعني من المؤسف او من المحزن انها مجدش دي كانت حفلة جميلة مليون زوف كاردز ارسنت اتزاويدنج جريت جريتي مليون زوف هقولي كاردز ارسنت اتزاويدنج يعني بترسل في حفل الزفاف طبعا جريتين كاردز اللي هي تحيات عندي بعد كده ويلدان ياسر زات سيجريت زات سيجريت نيوز خبر كويس او اخبر كويسة نمبر سيفني هنا ايام زرووم with my brother شير تمام ايام شير نمبر ايتي حور احمد زات رين as he arrived at the train station late وصل محطة متأخر يبه هو مز مز تحان مجمع كافر الشيخ مز احمد مز نمبر نين يا ملك افتر زفو ماتش زا طول زجول كيبر تو ترين ويل It's difficult to do a house with our children. Imagine, imagine, it's difficult to imagine, imagine a house with our children, imagine. Number 11, I have some good news, I have good news. Number 12, the street food seller, prepare the food, people to eat. To be able to eat? No, prepare four, prepare four. I have my English exam, I am really happy. I have passed, I have passed. We didn't say that you can succeed, but what do you want to do after that? In. In, succeed, I want to do in. But here I have passed, but the best is 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 the best. Number 14, he had an interview online for a new job from his house. He had an interview, he had an interview from his house. It's important to note embassy. What is embassy? Show. 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 Our manager, our manager, the manager of 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 our manager, the interview for many people online. I have an interview here. بمعنى أنا عندي مقابلة وفيه يقوم بإجراء أو عمل المقابلة فهنا المدير هو اللي مصمم الانترفيو ده للأشخاص اللي يبعسمها ديد the interview for many people online our manager did our manager did أهييت